الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه و السن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أعزائي المشاهدين النفس المطمئنة لم يصل إليها صاحب إلا بعد مجاهدة ومكبدة فهل هي من المواهب أم من المكاسب وهل الطريق ممهد للجميع كي تكون بين جنبيه نفس مطمئنة أم أن أصحاب النفوس المطمئنة هم من المصطفين الأخيار الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى نجيب على هذه التساؤلات بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل حياكم العزائي المشاهدين وابسمكم الرحب بضيفي بفضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم دكتور عمر هذه النفس المطمئنة هل هي من المواهب أم من المكاسب هل هي موهبية أم مكسبية أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله أما بعد رب العبادة عز وجل رزق العبادة مواهب شتى فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك بقسم الأرزاق سبحان الله يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب هنا العبد زرع في قلب أو جعل قلبه أرضا خزبة للزراعة فجاءت عناية الله فزرعت فيه الخير الله أكبر لأن أبا بكر وأبا جهل كداهما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعشر دقائق زيادة وقصر مع أبي جهل أو أبي له لا ده كما بلغ هذا بلغ هذا ما الذي حدث تربة أبي بكر قبلت المطر وتربة أبي جهل ما قبلت المطر فأثمرت عند أبي بكر أنصار صديقة الأمة وأثمرت عند أبي جهل أنصار فرعون الأمة هنا المكسبية الله وهبهما فطرة الإيمان لكن أبا جهل أنكرها وأبو بكر قبلها يا أشجبني عبد قيس إن فيك خسطتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا قال أجبلت عليهما أم خلقت بهما يا رسوله قال بل جبلت عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله طيب نجد مسألة النواهب والنكسب تجد بعض الناس عصب المزاج وبعضهم هادئ وبعضهم بارد الأحاسيس بعضهم صلب الرأي لأننا لأننا كما قلنا ربما في أول حلقة أنه نجئنا على قدر الأرض التي جئنا منها يا جبليل يقبض لي أو يجمع لي قبضة من تراب الأرض فجاء الخلق على قدر الأرض التي أتى منها منهم بطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء لتعود إلى إيه؟ طب نفسل شوية ولا؟ نعم نفسل شوية عندك أولاة في البيت ولد غضوب لأقصى درجة ولكن يهدأ فورا رجل عاصبي ولكن إذا ذكرته كما سأل بلال رضي الله عنه خادم عمر طرق عليه الباب قال إن أمير المؤمن نائم قال كيف تجدون عمر في البيت؟ قال إن أمير المؤمنين خير كله إلا أنه إذا غضب فهو أمر جلل قال لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيسكن ما به من غضب المفتاح شخصية أدركه بلاك في شخصية عمر فإذا ذكرته بالله لأن سيدنا عمر لما الرجل هجق على هذه قسمة ما أريد بها واشف الله فأراد الشيطان أي عمر يقول أراد الشيطان أن يستفزني بعزة السلطان فقلت مذكرا نفسي وأعرض عن الجاهري فأعرض فهو يذكر عنده مذكر الداخلي فأحيانا واحد تجده يعني يغضب سريعا ولكنه يفيء سريعا واحد حريم لا يغضب إلا ولكن إذا غضب فهو أمر عظيم كما كان أبو بكر إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضب فاجتنبوني وهما في طريقهما إلى سقيفة بني ساعدة في قضية الخلافة والرسول صلى الله عليه وسلم ما سجي بعد فقال أبو بعد كده بيحدثون عن ما فيه نوازع أنفسهما نفسهما رضي الله عنهم يقول أبو بكر كنت أعلم أن في عمر حدة فكنت أجهز كلاما ألطف به عندما يحتد وعمر يقول كنت أعلم أن في أبي بكر حدة فكنت أجهز كلاما فهما شوف نموذجان المتكاملان لا متنافرا وهكذا المؤمن يجب أن يكون متكامل مع أخواني ففي واحد سريع الغضب سريع الفيء بطيء الغضب بطيء الفيء وفي واحد سبحان الله يعني يعني يهدأ سبحان الله كما كان قالت عائشة في وصف أبيها يوم أن مات يا أبتي كنت كالبحر يهدأ حتى يلعب الطفل فيه بحجر ثم يثور حتى تنقلب فيه السفر فعندما يثور والله لأنفذن بعثة أسامة حتى لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين في قضية بعثة الأسامة يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام أجئتني لنصرتك فتجي أني بخدلانك الأمر عجيب عمر يقول السلم والسلام وتحريبهم ليه انتظر عليهم شوية يمكن هيدفعوا الزكاة أبدا أقاتلا هذه الطبيعة تخرج ساعة ساعة اتخاذ القرار وقال أعربي دخلت المدينة فرأيت رجلا طويلا أصدع يقبل رجلا قصيرا ذو شعر غزير قلت من المقبل ومن المقبل قالوا هذا عمر يقبل رأس أبي بكر في رأيه في حروب الردة بعدما تهت الحرب طلع رأيي من اللي صح أبو بكر فهذا هذه في البداية دون الندري هذان من أصحاب النفوس المطمئنة دون الندري يعني احنا دخلنا كده نأتي للمواهب والمكاسب لو كانت نوهبية لقال بعض الناس يوم القيام يا رب لو هبتني نفس المطمئنة وصرتك أبي بكر وصرتك عمر لكن أنت ما رزقتني رزقت أبو بكر وما رزقتني أعطيت عمر وما أعطيتني عثمان ذو نفس رضية وذو نفس مطمئنة أنا ما أخذت هذا فهنا نقول هي من الله إرادة وعلم ومن العبد فعل وتعب وجهاد وتسكية ورياضة نفسية حتى إيه يقمع قال الشافعي استعصت علي نفسي يا القيام ليلة فصومتها سنة قال برمضان ده إيه ده اتناشر شهر بالله عليك النفس دي بعد كده ها تتأبى هي كده هي الفرس الجموح اللي لم يكن له لجام هكذا النفس يعني أن تلجم بلجام الشرع فإذا ألجمت بلجام الشرع صار عندنا قدوة إحنا عندنا مسألتين في القدوة عندنا كتاب لا يأتيه البطن بينها وده من خلفه كل شيء فيه وما فرطنا في كتابه من شيء أدي الأوامر وأدي النواهي وأدي صفات المؤمنين وأدي صفات غير المؤمنين صفات أهل الجنة وصفات أهل النار طري أيها العبد مع من تريد مع من تريد قال أبو جعفر يا أبا حازم أين أنا من كتاب الله قال اعرض نفسك على كتاب الله قال أين أنا قال إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا في الجحيم قال وأين رحمة الله قال رحمة الله قريب من المحسنين أنا هو أنت فكر حكاكد عامة طيب وإبليس يقول معه ورحمتي وسعت كل شيء إبليس يقول وأنا شيء إذن النفس المطمئن صاحبها ما وصل إليها إلا بعد رياضة ومكابدة ومجاهدة فهي مكسبية بنيت هذه المكسبية على تربة من موهبة الله ورضى الله في الأزر عن هذا العبد نعم نعم دكتور يعني نرجع إلى نفس السؤال ما من مسلم إلا ويريد أن يرتقي بهذه النفس من اللوامة إلى المطمئن نعم خطوات عملية ماذا يفعل طيب أولا أبونا آدم لما أهبت على الأرض أهبت على الفطرة نعم ورب العباد سبحانه وتعالى قربه كما يقول العلماء الكبار بياء الوصل إيه ياء الوصل دي يعني إيه لما خلقت بيدي بيدي دي ياء وصل بين العبد وخالقه الله فأنا موصول بالله طالما أبتعت ولذلك لما قالوا يا حسن يا بصري سبقان القوم على خيل ده يعني خيول بتاعة سباق برهان سبحان الله ونحن على حمر معقرة أعملنا يعني خطوة قال ما دومتم على الطريق فسوف تصلونا إن شاء الله الله المهم بس إيه خليك ماشي خليك ماشي خليك ماشي يعني عايزة أقول إيه أول شيء ارتبط أحب ما يقترب العبد به من ربه الفراغ تمام كل الكتب مؤجلة أقول إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتاب دي مؤجل نعم أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة إلا كتاب واحد مش مؤجل الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موكول مش مؤجل فانت ليه تأجل زيك سيدنا موسى لما قال لما إلى أربعين يوم لخصهم ورح ثلاثين يوم قالوا ما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثل وعجلت إليك ربي لترضى قال لا ما تلعبش في الشرق قال لك أربعين يوم يبا أربعين يوم فأعادها أربعين يوم وأتنمناها بعشر فتم ميقات ربيه أربعين يوم في نصوص ما تجتهدش حتى في ظنك أنها للخير لا الله أدرى الله أعلم ألا يعلم من خلق سبحانه فهو اللي حضرت بك المنهج طيب الفرائط خلاص ده ده احنا بنقول خطرتين في أشياء بسيطة قد لا يدركها الإنسان أنا إذا دخلت عليك أو على أولادنا في الستوديو هقول إيه السلام عليكم تمام يقولها الناس لكننا ما أدركنا معناه يعني طالما أنا قائم بينكم أنتم سالمون مني لن يأتيكم مني أي أذن أو أي ضرر هو أهد وهم يقولون وعليكم السلام أن لن يأتي لك مننا ضرر أبدا فإذا غادرتهم السلام عليكم يعني بعد أن أغادركم لن أغتابكم لن أنتهك مجالسكم مجالسكم بالأمانة أسراركم في قلبي رأيت حسنة سوف أنشرها ورأيت سيئة فسوف أكتمها كان كل من زور علماءنا الكبار وعلى الباب يوضعونا استروا ما رأيتم استروا ما رأيتم والله ما رأينا إلا الخير لكنهم من أدبهم يقولون هذا فبساطة السلام عليكم عمل زي بالضبط إيه أنت دايما تسلم وتحيي في البداية إلا في شيء واحد في الصلاة أنت تحيي في النهاية صحيح دايما أنا ما أدخل حياكم الله في البداية مش ولا ماشي لكن أنت بعدما تنتهي الصلاة تجلس كده التحيات لله الصلاة الله دايما لأنني بهذه الصلاوات أولا سوف أحيا لا حياة لي إلا بهذه الصلاة ثم أنا أحيي صاحب الفضل الذي حببني فيها وقاربت أو شكت الصلاة على النهاية كما يختار بالعمر على حسن الخاتمة الأمر الثالث نحن حرمنا كجيل في هذه الأجيال من الجلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلمين كما كان يتعلم الكبار منه فأنت تجلس كأنك تجلس أمام وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أجلس أنا كان أتملى أن هذا المعلم الذي علمني الصلاة وأنا نقل لي الوحي الأعلى فأنا أعطيه شيء مما إيه مما أعطاه لي وكان لأنه نحن أمة وفاء أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الوفاء الوحيدة كيف ودمن النفس المطمئمة لا تأتي إلا بنفس المطمئمة أمنا هاجر مجرد أنها حفظت لنا جدنا إسماعيل الذي حفظ الجين أعظم جين وراثي وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار لما حفظت وبعدين إيه راحت ساعت بين الصف والمروة خدنا إحنا إيه نسك وراحت إيه قالت يا بناتي يا نساء المسلمين أنا قمت بدلا من كنا بالهرولة لا تهرول أنا أمكم الحنونة إحنا كأولاد نعمل إيه نروح نردلها الجميل نهرول إحنا لكن نساءنا لا يهرول ومتوفاها يلي سيدنا إبراهيم عند الجامرة الصغرى الشيطان يجي أتت بحولها دك فالذات كبيرك يكبر يرمي بالحصى عند الجيوسطة عند الكبرى نجيحنا بالنفس القضية ليه وبعد مش كده وبس قال وكما أسلم وأصلي على حبيبنا محمد أصلا أصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لأنه هو اللي إيه وقف عند الكعبة وبنى الكعبة ورفع القواعد من البيت ربنا واجعلنا مسلمين لك المسلمين تقول لك فلما استجاب رب العباد شكرنا من أجر الله النعمة على يديه فأن نصلي ونسلم عليه وعلى آله ومتوفاها لا تكون هذه إلا من النفوس المطمئنة النفس لما تطمئن سبحان الله العظيم عزوز إيه عمرك الحقيقي بميزان الإيمان لا بذاكرة الأيام ميزان الإيمان هو العمر الحقيقي متى تبت والله تبت وانا عندي 30 سنة وعشت كان بعدها 20 سنة إلا أنت عشت 20 سنة بس فقط بهذا المنطق يعني السحرة في العالم لما تفتقت أمامه الحقائق وعرفوا أن موسى ده لا مش قدرة بشرية عادية لا خروا ساجدين لو قد طعنه أعمل وأصلبنك فيه ماذا اقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خيرنا أبقى هذه الجملة إذا عددته الآن على العداد تطلع دق 40 ثانية 40 ثانية من الثبات على المبدأ أخذوا بها إيه نعيم الأبد كل فالنفس المطلئنة اللي هي إيه اللي هي لما تتعامل مع الناس هو ليه المحبة في الله بتدوم ليه لأن المحبة في الله فيها صفة عجيبة أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء لأنها مؤصلة تتواصل أم لا تتواصل المحبة موجودة يعني بالله عليه من من يستطيع أن يصف أبا هريرة إلا الدارسين المتحققين كان قصيرا كان طويل كان عجي على الشعار إلا المشهورين زي عمر وأبوك لكن القعقاء ابن عمر كيف كانت صفته البخير رضي الله كيف كان وصفه لكن إيه أول ما البخير تأتي في مخيرتي أتخيل الصلاح كله وقول إيه أقول أبو حنيك رضي الله عنه قال مالك رضي الله عنه مام أحمد رضي الله أنا ما رأيته لكن إيه هذا هو العمر الحقيقي هو العمر ربما عمرنا اتسعت آماده ولكن كثرت آمداده المدد الحقيقي أن تترك وذلك يعني ولد صالح وأن يدعو له وذلك دفعا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كله يأتي بالركوع قبل السجود ركع وسجود إلا في حالة أحد قال يا مريم وقنتي لربك وسجودي واركعي مع الركعي ليه قال ما هي حالة استثنائية في كل لأنها حالة استثنائية في كل شيء سبحانه فتستاثن حتى في العبادة سبحانه هؤلاء المصطفىين الأخيار هؤلاء أصحاب النفوس المطمئين فأنا أقول أن الفراغ سبحانه الله يعني يكف الأذى كف الأذى أن ما يكونش عليه ديون الدين ذلهم بالنهار وهم بالليل طب الديون للعبادة الذين لا أعلم ماتوا وأنا قد قتبتهم ماتوا وقد انت حقوقهم ماتوا سبحان الله ذهبوا ها سافروا هاجروا ها ماذا أصنع أنا طب لماذا في الديون المادية أهتم ولماذا في الديون الحقيقية يوم القيامة تيجي هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورة يا الله هباء لا قيمة له يؤتى بأناس يوم القيامة أخذتهم الملائكة إلى جنة إلى أين تقول يا ربنا لهم حسنات كجبال تهامة يقول يا ملائكتي أنتم كنتم الرقباء على ظواهرهم وأنا كنت الرقيب على بواطنهم ما بتغوا ما عملوه ووجهه وإننا بتغوا خذوهم إلى النار لأن عارف الملك وده الأمر العجل الملك يكتب لي الرقوع المضبوط السجود المضبوط لكن الإخلاص لا يكتبه الملك لأن النفوس المطمئنة لها ثلاث صفات في الإخلاص الإخلاص لا يطلع الملك عليه فيكتبه لأنه سر من أسرار لا ما فيش علاقة ما فيش علاقة بين بين العبد والملك فيها لا علاقته بين بين المخلوق والخالق ولا الشيطان فيفسده قال له إلا عبادك منهم المخلصين ويكون إبليس هو أحد شهود التبرئة لسيدنا يوسف إلا عبادك قال إنهم من عبادنا المخلصين قال له إلا عبادك منهم المخلصين وهو شهد والحق ما شهدت به الأعداء تمام والأمر الثالث العبد المخلص نفسه لا يدرق مدى إخلاصه فلا يغتر الله أحد ليه ليه لأن المخلصين الكبار رب العباد يرفع من أمامه العمل أو ما من العمل طيب يرفعه من أمامه فينظر يا الله أنا مقصر أنا مذنب أنا بعيد عن الله ادعوا لإخوكم وهو إيه كثير الحسنة لكن الله من رحمته أنه إيه سبحانه لأن الجملة تقول المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يقلع ويرجل حصاد الله مستعان الله مستعان دكتور عمر عبد الكافي ناخذ فاصل قصير ونعود إليكم أعزائي المشاهدين فلقوا معنا حياكم الله عزيزي المشاهدين ونتواصل معكم مع دكتور عمر عبد الكافي دكتور يعني فلنقم اليوم محكمة ونتحاكم مع الشيطان الكل يتهم هذا الشيطان الشيطان كان هو السبب الشيطان هو من دعاني الشيطان هو من أخذيني الشيطان الشيطان هل الشيطان المتهم الأول هل الشيطان يستطيع أن يحجز هذا الإنسان ثم السؤال الذي يتبعه ما هي إمكانيات وحدود وأمور الشيطان هو هل يستطيع أن يتدخل في كل شيء ويفصل ويأمر وينهى برقى الضو فيه يعني هو الشيطان الذي أخرج أبانا وأمنا من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما وسوآتهما إلى الآن يعني نستطيع أن نحاكم وهذا في محاكمات تستمر سنوات لفرد عسى ندينه أو لا ندينه لكن الشيطان هذا الذي يعني ما كتب عليه الموت يعني سبحان الله يقولون للإمام الأوزاعي هل يموت الشيطان أو ينام الشيطان قال لو نام لا استراحنا هم من نام نحن من نام أولا لا يأكل الذئب من الغنم إلا الشاردة أو إلا القصية نعم ونحن للأسف ننسى كأمة أن نكون أو كجماعة المسلمين أن نكون لحمة واحدة تخيل أنت الأنا في الصلاة تتحول إلى النحن إذا جزت تعبير أو جزت التسمين نعم كيف أنت تصد منفردك ماذا تقول سمع الله لمن حمده لا تقول ربي ولك الحمد ربنا أنت تصد منفردك نعم خالبان سبحان الله نعم أنت تدخل في معية الجماعة الشيطان لما يلاقي الجماعة سبحان الله لأنه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب من النزاع الشيطان موجود فإحنا نسمع له نسمع له طيب أولا يجب أن نثق أن كيدا الشيطان ضعيف فإذا انتصر علي فإيماني أضعف لأن شمعة بسيطة ضوء بسيط يوضع في هذه القاعة الكبيرة يضيقها نعم يضيقها ولا تستطيع تستطيع جحافل الظلام تلك أن تغطي على ضوء الشمعة البسيط وأنا لو جئت إلى قاعة أو مكان أو بيت وغلقت الشبابي والنوافذ وضعت الستان وتركته سنوات تعشش فيه العناكب العناكب البوم الحيات العقارب الخفافيش سبحان الله فإذا فتحته للتهوية ودخلت الأنوار والأضواء سبحان الله العظيم تتفر هذه الهوان وهذه الطيور التي لا تعيش إلا في الظلام ويدخلها نور الشم نظر مثالا أوضح لو أن طفلا ابن الثلاثة أو أربع سنوات يمسك بيادي أبي وأبوه عبد الرحمن عايز يعبر به الشارع بالليل وفجأة انقطعت القهربان وأظلم الحي وظلت الوساوس تهجب على الطفل نقرح في حفرة ندوس على كالبنين سيارة تتهسنة فمن شدة المخاوف نسي أن أباه ممسك بيدي أول ما الكهرباء جت تيقن أن أبوه ماسك إيه ماسك إيه يطمئن ولله المثل الأعلى العبد في القطيعة مع الله كالطفل في قطع الكهرباء عن الحي فإذا أشرخ نور التوحيد في قلبه انقمعت الشياطين وظهر أن الله أقرب إليهم الحب الولي الله أكبر فخلاص يعني العبد لما يسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلم يعني أسلم يعني لما تدخل الشرطة على واحد عزك الله الوصوص أو جنات سلم نفسك يعمل إذن يعني إيه أنا ليس معي سلاح فأنا لما أسلم لله لن يقول لغنى ولا كرسي ولا جماعة ولا علم أنا العبد الفقير إلى الله أنا لا أسوي شيء يا ربي أنا وأنت أنت أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة إيه كده اللهم عملني بما أنت أهله لا تعاملني بما أنا أهله أنت أهله التقوى فالعبد لما يذل لله يكبر 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 والشيطان يصهر 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 يبقى إذن ما دور الشيطان الشيطان يضع خرطوبه على قلب ابن آدم فإذا ذكر خنس يبقى أنت عندك الانتيباتيكا عندك المضادر حيو خليك في ذكر في معية الله سبحانه إن الله يدافع عن الذين أمنه يعني إيه يعني لما يكون أفعل الإيمان في ذاته الشيطان لماذا كان الشيطان يسكو طريقا وأفجن غير فانتي عمر لأنه قوي العضل لا القضية مش في كده القضية أنه قوي البنية الإيمانية البنية الأساسية من الإيمان واليقين والتوكل وحكاية أنه أنه متواجد مع الكل وبعدين يرى نفسه عند الله صغيرا وعند الناس صغيرا يا ربنا نجعلني سيد هذا الكون بإيه أسد لي الملائكة طب لما يسد لي الملائكة أعب علي أن لديت واحد عسكري بيحييني في الطريقة أو لها سرائدة ولا يحيثي بهذا الشكل فما بل لما أفضل المخلوقات أنقى المخلوقات أطهر المخلوقات الذين ألاعصون الله وأمره يعني سجدوا لي في صورة أبي آدم مع هذا الطائفة الوحيدة أستكبرت أم كنت من العالين طائفة تقول عنها العلماء طائفة العالين هذه طائفة من الملائكة لا تدر عن خلق آدم شيئا وإنما هي مشهورة بذكر الله وبعدين ربنا وظف لتكون يعني أنت يا ملائكة كنتم تعملوا ماذا كنتم تستعون نسبحك ونقدسك أضفنا إليكم عملا أخ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسحت كل شيء رحمة وعلمة حتى أن حتى حملة العرش عشان يظهر نظن إيه إيه والذين يحبنون العرش ويحاولوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به المام الزمخشار يقول كلام عجيب يقول ويؤمنون به والإيمان لا يكون إلا بغيب فإن حملة العرش ما رأى رب العبادة عز وجل أحسن يروح دماء كده ولا كده كل ما خطر ببارك والله بخلاف دارك ما كان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أقرب إلي ربه من يونس وهو في بطن الحو لأن الله لا يحيط به مكان ولا زمن ليس كبير شيء عشان تشير التهويمات الخاصة على العقل يعني إدراكه محدود فلما عخلك إدراكه بحدود أترك العنانة لقلبك والقلب لما يرفرف في ملكوت الله يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ليش إلى ملكوت رب العالمين الناس سائرة نحو الله فالشيطان بالنسبة له لا يعطله بالعكس يقول لك أنت لو يعني يقال أن فيه نوع من الفهود أسرع نوع من الغزلان أسرع من كلب الصيد فكلب الصيد أسرع منه فالغزال عندما يجري قصة رمزية تقول الغزال يقول له لن تلحقني يقول له كيف أنا أسرع منك يقول له أنا أجري وأهرب لحساب نفسي وأنت تجري لحساب صاحبك تشارع لحد تان فالمخلص غير لإيه لما جابوا زيت الزيتون وحطوه في كوب لكأس الماء فطفى زيت بزيتون فوق الماء فالماء حصلت له غيره وكانت كيف أنا الذي رويت شجرتك وأنا الذي أنبت أمك بالشجرة ثم لما توضع معي في مكان واحد تتعالى علي قال أيها الماء لا أنكر شيئا من ذلك أنت سرت في رضراض من الأرض ولكن أنا لما تحملت ألم العصر والحصر ارتفعت الله أكبر دكتور دكتور عمار عبد الكافي الحديث لا يتوقف ولا يمل معكم إن شاء الله والأسئلة نتواصل فيها مع هذه النفس الجميلة نفس المطمئنة جعل الله إياكم من أهلها جزاكم الله خير أما درس الدكتور عمار عبد الكافي الليل بإذن الله تعالى بمسجد كعب بن مالك في الغرافة وكذلك اليوم عندكم خيمة رمضانية لقضاء الخيرية في ساحة العراس في العزيزية بالقرب من اسباير خيمة الأطفال وخيمة للثقافة العامة نستودعكم الله على ما نلقاكم غدا في برنامجكم بصائر رمضانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة